بعد تصريح سابق له في شهر أيار الماضي بشأن تخوفه من شغل إيران ووكلائها للفراغ الذي ستتركه القوات الروسية في سوريا عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ليؤكد تعرض بلاده لهجمات حدودية بشكل منتظم من قبل ميليشيات على صلة بإيران تمارس عمليات تهريب للمخدرات والسلاح وضف الملك عبدالله في أحدث تصريح الله أن التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية داعيا طهران لتغيير سلوكها لأن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات وأكد الملك عبدالله الثاني أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا وتشاورا وتعاونا عربيا مكثفا لمواجهة التحديات العسكرية والأمنية التي تواجهها المنطقة العربية ويقول مراقبون أن الأوضاع المضطربة في سوريا ولبنان والعراق واليمن ومحاولات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار في دول الخليج العربي كلها عوامل بلورت فكرة التنسيق الأمني والعسكري بين الدول العربية ومع تكرار التحذيرات الرسمية الأردنية من مخاطر التمدد الإيراني في جنوب سوريا على الأردن تشير تقديرات إلى أن الخطاب الأردني يعكس استياء من سلوك النظام السوري في الجنوب وعدم قدرته أو رغبته في منع نشاط الميليشيات الإيرانية التي ازداد عدد المواقع التابعة لها في درعا والسويداء منذ شباط الماضي فيما أكد المسؤولون الأردنيون عن استيائهم من غياب استجابة نظام الأسد بشأن ردع عمليات التهريب التي تنطلق من أراضيه تصريحات الملك عبدالله لم تكن الأولى وربما لن تكون الأخيرة في ظل إصرار إيران على مواصلة أنشطتها المزعزعة لاستقرار دول المنطقة ويستحضر هنا حديث العاهل الأردني عام 2004 عما سماه الهلال الشيعي الممتد من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان والهواجس الأردنية والعربية من تهديدات هذا الهلال الأمنية والديمغرافية